بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قورس الفاونديشنز انجينيرينج وان لطلبة قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد في كلية الهندسة نهاردة هناخد أو هنستكمل آخر جزء في شابتر فور اللي هو الستريب فوتينج واناخد part 5 اللي هي خطوات تصميم أو استكمال لخطوات تصميم الستريب فوتينج احنا خلاص صممناها كلها لو تفتكر خدنا في الأجزاء الأولانية ازاي تحسب أو تجيب الديمينشنز بتاعت الستريب فوتينج وبعدين عرفنا ازاي نجيب الدبس بتاعتها ليقاوم المومنت ويقاوم الشير وبعدين في الجزء الماضي خدنا ازاي نوجد الحديد هيتبقى ليه اخر جزء اللي هو ازاي نحط أو نرسم حديد التسليح بتاعت الستريب فوتينج طبعا ببساطة خالص الستريب فوتينج هي دي البلان بتاعي لو انا عندي حيطة طوب مفيش حديد بيتحط ما بين الستريب فوتينج وما بين الطوب اما لو كان عندي الحيطة بتاعتي مالها خرصانة مسلحة فطبعا لازم يبقى فيه اشارة من الحديد قيمتها واحد متر ويبقى عندي هنا طبعا ده الحديد مين الرئيسي بتاعي ده المين ستيل بتاعي لكن ده مين ده الساكندري كويس وبعدين بحط هنا سيخ واحد فاي كام عشرة او واحد فاي كام اتناشر عشان يمسك السيخ مالها متقه ما يحصل لهاش اي وقوة يعني ممكن السيخ ده لو انت حطه بالشكل ده وسيخ تاني كده وسيخ تاني كده هيوقع 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 فانا ما بحط السيخ فوق انه هوت بيمسك السيخ دي مع بعض اللي بنسميها البرندة خلي بالك ان السيخ ده ما بنعملوش منقط كده زي الاسوليتد فوتينج على اساس ان ده مش بيليف ده ده ماشي في الاتجاه اللي هو العمودي على الشاشة طبعا يبقى ده الحديد الرئيسي بتاعي اللي هو انت شايفه هنا وده الحديد مين الساكند طبعا شكل الحديد ده هيعتمد على حاجة اسمها الاللي مين دي اللي هي ستين مين فاي هشوف ستين فاي ده اتقيمتها الدقيقة وقارنها بمين بالسي اي لو لقيت ان السي اي اكبر خلاص يبقى نستخدمها مين ال شاب اما لو كانت اقل فبنستخدمها ايه يو شاب يبقى ده السيكشن بتاعي في حالة طوب وهنا السيكشن بتاعي في حالة مين خرصانة وده البلان كده يبقى انت خلصت الرسمة بتاعتك وانهيت تصميم الستريب فوتينج without بيم يعني ما فيش بيم عندي وكده يبقى شابتر فور انتهى وان شاء الله هنبتدي في شابتر فايف المرحلة القادمة باذن الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته